السلام عليكم أحباء الأطفال كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ نعم أتمنى لكم الخير دائماً اليوم درسنا عن الأمانة وسأسرد لكم قصة عن الأمانة اسمها وجدت ساعة هيا بنا كانت فاطمة تلعب مع زملائها أثناء الفسحة في المدرسة وجدت فاطمة وهي تلعب ساعة جميلة ملقاة على الأرض أخذت فاطمة الساعة إلى مدرسة الفصل وأعطتها إياها فاطمة لم تأخذ الساعة لأنها ليست ملكها قالت لها المدرسة جزاك الله خيراً يا فاطمة على أمانتك كانت فاطمة تستطيع أن تأخذ الساعة ولم يراها أحد ولكن علمت أن الله مطلع عليها ويراها ولا تأخذ شيئاً ليس لها ولذلك لم تأخذ الساعة بعد قليل جاءت عائشة تبكي وتسأل عن ساعتها المفقودة فأعطتها المدرسة الساعة وقالت لها هيا يا عائشة اذهبي إلى فاطمة واشكريها وفي صباح اليوم التالي قام مدير المدرسة بتكريم فاطمة أمام زملائها وأطاها شهادة تقدير لأمانتها وأحباء الأطفال الأمانة هي كل شيء يجب علينا المحافظة عليه عند أخذه وإرجاعه إلى صاحبه بعد الانتهاء منه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم فيجب علينا المحافظة على الشيء الذي نأخذه وإرجاعه في وقته سنتم والآن هيا نستمع أحباء الأطفال لأنشودة عن خلق الأمانة ترجمة نانسي قنقر